السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من عيادتنا عيادة الرحمة كالمعتاد تواصلكم معنا بيسعدنا ويثري هذه الحلقة ويثري سعادتنا بهذا البرنامج وبهذا اللقاء دائما المتواصل بيني وبينكم النهاردة هنتكلم كالمعتاد على أمراض الجهاز الهضمي والكبد هنتكلم بس في موضوع جديد مش جديد هو طول عمره موجود من زمان مش حاجة كتاب جديد لكن وجدوا أنه هو أكثر انتشارا في بلادنا وفي بلاد الشرق الأوسط عاد بلاد الدول الخليجية كان هذا الخبر منشور هذا اليوم في جديدة طبية بتقول أنه بسبب تناولنا المفرط للمضادات الحيوية زاد عندنا نسبة أمراض الإسهال اللي هي نتيجة بكتيريا اسمها الكولستريديام ديفيسيلي ده موضوع طبعا في غاية الأهمية لأن احنا أي حد بيتعب بيبتدي ياخد مضادات حيوية يبتدي يجيله ألام في البط نوع من الإسهال إسهال ذات رائحة سيئة يذهب إلى طبيب يدي له مضادات حيوية ويظن منه أن هذا وده طبعا حلقة مفرغة لأنه بيذهب إلى طبيب غير متخصص الموضوع ده قد ينتهي بالوفاء نتيجة هذه السميات وقد ينتهي نتيجة اختراق جهاز القولون ده دايما بيبقى بيبقى معاه ألم في الجانب الأيسر من البطن وألم حوالين السرة نتيجة البكتيريا اللي اسمها الكولستريديام ديفيسيل فالتنويه اللي احنا بننوه عنه النهاردة محدش ياخد أي مضاد حيوي إلا تحت إشراف طبي ولما يكون في هذا الموضوع أو ابتدى يجيله هذا الألم لما ياخد المضاد الحيوي أو إسهال مع هذا المضاد الحيوي ما يقولش دي حساسية لا دي نوع من البكتيريا وممكن في الحالة دي لابد أن احنا ناخد مادة المترونيدازول 500 ميلي جرام ثلاث مرات في اليوم ده الحل الوحيد لأن الإفراد بهذا الشكل قد يؤدي إلى مالة نحمد عقباء وما فيش حاجة اسمها عندنا مناعة أن الشعب المصري أو أن احنا ناكل الزلط أو المسلم ناكل الزلط ربنا أعطى الدنيا للمؤمن وللكافر فعلينا أن احنا ناخد بأسبابها في خبر تاني برضو نشر في هذه الجريدة وهو مش جديد لأن التجارب موجودة داخل مصر لأن احنا جزء من العالم الخارجي طبعا نتمنى أن احنا نكون أصحاب هذا الإبداع ولكن احنا بنمثل جزء من البحث العالمي لأن احنا موجودين على الخريطة وإحنا أكبر ناس عندنا فيروسي في العالم أو احنا البقعة الحمراء اللي على الخريطة الوحيدة في العالم نتيجة بعض الأخطاء اللي حصلت في الستينات ونتيجة بعض عاداتنا السيئة الاجتماعية ظهر دواء جديد ولكن مازال طبعا في الاختبار هو بيجرب في الجماعات المصرية زي الجماعات العالمية كلها زي مراكز البحثية العالمية ولكن ابتدت تظهر النتائج الأولية لهذه الأقرص يمكن يعني عدم الاستعانة بالحقن اللي هي الانترفيرون ومادة ريبافيرون والاستعانة بهذا الدواء للقضاء على فيروس سي بنسبة نجاح 70% للناس اللي عندهم النوع الأول والرابع لأن كان دايما فيه مشاكل النوع الأول والرابع دايما استجابة بتاعتهم للحقن بالانترفيرون ما بتبقاش مجزية أو مجدية بتبقى استجابة قليلة فالنتائج الأولية بتؤكد إن هذه الأقرص اللي هي هتظهر المفروض في الأسواق في عام 2016 و2017 هتجيب بعض النتائج كما نعلم إن كان فيه الدواء البوسي بريفير والتلي بريفير كان مفروض يظهر في 2011 وبالفعل يظهر في الأسواق العالمية لكن نتمنى بعد الاستقرار في الأحوال المصرية بإذن الله يبتدوا ينزلوا الأسواق المصرية كما هو متوقع مادة البوسي بريفير بتجيب نتائج عالية جداً للنوع اللي هو النوع الجينو طايب واحد واثنين وثلاثة نتائجها على جينو طايب أربعة أو النوع الرابع اللي هو أكثر شيوعاً في مصر ما هيش عالية جداً فده من الحاجات اللي هي يعني من الأخبار اللي احنا بنحاول نقولها في هذا اليوم خبر كمان سعيد هو مش جديد لكن احنا دايماً كنا بنقوله أو الأسبرين كما نعلم إن هو بيقي من أمراض القلب بالذات الأسبرين الصغير وجده وما بياخدش مكان واحد في العالم يعني حد داخل البحث في مصر، اليابان، أفريقيا، آسيا كل قارات الدنيا علشان يعني الخبر ده قديم وقناه أنا أظن في عام 2003 يعني في بداية الأبحاث لما كنا بنجرب فيهم وأثناء بعد عودتي من الخارج تسع سنوات وكان البحث ده شغال يعني قبل ما كلمنا عليه من تسع سنوات حنقول دلوقتي بس بعد ما ناخد هذا الاتصال معنا اتصال يا ريهام السلام عليكم يا ريهام معنا محمد يا أهلا يا محمد السلام عليكم يا محمد محمد أفل يريد تعود الاتصال بنا مرة تانية الخبر كان جميل أن النهاردة خلاص هيكتب فيه كتب الطب يعني في الدوريات اللي خلاص هتونشر في خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم أن الناس اللي عندها زواية قولونية ورصية مرض اسمه لنش متلازمات لنش الجاو بيبقى فيه زواية قولونية وزوايد وبيبقى عنده بعض البقع داخل الجهاز الهضمي وبنقوله دايما يعني لما بنعمله عينات بنقوله أن الموضوع ده هتحاول إلى السرطانات للأسف الشديد يعني ده ما يمثل هذا السرطان وجدوا أن الأسبرين الصغير الناس تاخده علشان أمراض القلب بيقي من هذا الموضوع بنسبة نجاح 80% للناس اللي خدت أسبرين اللي هي قرص 75 ميلي جرام معا بيكي السلام عليكم يا سلوة عليكم السلام عليكم أهلا بيك يا سلوة أهلا بيك يا سلوة أهلا بيك يا سلوة عمالتي عمليات قبل كده لا ما عملت عمليات خال في أدوية ماشية مزمن لا هو بس أنا عندي قولون بس أنا مش بأخده عليه يعني ايه عندي قولون يعني قولون عصبي طب أنا هكلمك برضو قولون عصبي لأن فيش حاجة اسمها قولون عصبي بس هقولهولك مرة تانية عندك حساسية صدر حساسية من أي دوة أي مشكلة مرضية قديمة بتاخدي أقراص منع حامل مركبة لولا هو ده أنا بعاني منه بس عملتي موجات صوتية على البطن قبل كده أه عملتي موجات صوتية كان فيه حصوات في المرارة أو حاجة من هذا القبيل لا دا كنت عملها للأمليات والصولون آه يعني عملها قريب أنت متجاوزة يا سلوة لا ماش متجاوزة طيب خلاص حجاوبك حالا أنت بتتكلمي أن أنت أول ما تكلي بتحس أنك عايزة تخش الحمام بس في وجبة النهار حجاوبك على هذا الكلام معنا محمد من القاهرة السلام عليكم يا محمد أهلا بيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بمعنى يعني إيه عندي جهاز خضمي تعبني يا محمد بمعنى يعني إيه مهضمش يعني إحنا كلمة في فم الماء ده ألم في البطن ألم من أي نوع محمد أفل وإحنا حجاوبك يعني إيه عندي إمساك إحنا دايما نقول للناس اللي عندهم إمساك زي محمد أهم وجبة عندنا هي وجبة الإفطار هي دي الوقت الوحيد اللي بتزيد فيه حركية المعدة بتبقى متيقزة فيه الصبح عشان كده لما تاكل حركية المعدة بتزيد فيه ناس الموضوع ده عندهم زيادة هو اللي بينزل ده كلام هراء لكن ده بنسميها في الطب زيادة في حركية الأمعاء دي ما فيهاش أي طيب إحنا ليه بنسأل الأسئلة اللي سألناها لسلوة فيه ناس اللي هي عملين عملية المرارة شالين المرارة أو عندهم حصوات في المرارة الموضوع دي لهم موضوع الحركية بتاعت المعدة لكن إحنا في كل الأسباب بتاعت الإسهال والإمساك بين النوم بنخدش الحمام أكتر من ثلاث مرات في الأسبوع أما تعريف الإمساك يعني أخدش الحمام أقل من ثلاث مرات في الأسبوع عمليات التبرز فيه عندنا أسباب يعني بيبقى لهذا السبب إذا كان السن صغير وكان الكلام ده طول عمره جار درقية خلل في الغدة الجار درقية فلازم نعمل تحليل للغدة الجار درقية لازم نعمل تحليل غدة درقية الناس اللي عندهم خمول فلازم تاخد فيتامينات خاصة الفيتامينات اللي فيها كالسوم وفيها حديد ده بيجي لهم نوع من الإمساك الناس اللي بيبقى عندهم شرخ الشرجي أو بواسير من دخول الحمام فده بيقلل لهم الرغبة دول أشهر الأشياء اللي بتعمل لنا إمساك في حياتنا اليومية لكن عندهم إسهالوا بعدين موضوع اللي بإمساك فالموضوع يعني إحنا اللي إحنا بنتكلمه ده أكتر من سبعين في المية من أسباب أهلا بيكي السلام عليكم يا سناء السلام عليكم أهلا بيكي مادام هناء مادام سناء يا أهلا بيكي هناء يعني بخس بشكل رهيب بتخس بشكل رهيب آه يعني وفيه ده كتر قالت لي يعملي غدة درقية مدال من تردد هو يعني هو تحليل غدة درقية ممكن يباين إن في حاجة وحشة في الجزء لأ مش حاجة وحشة النشاط بتاع الغدة الدرقية بيخسس ممكن يكون الخسسان ديما ممكن غدة درقية ممكن مرض السكر ممكن أمراض أخرى آه طبعا السكر ممكن يخسس أهلا بيكي السكر دكتر الخبيثة بتخسس فلو أنت عندك كم سنة يا هناء عندك 28 سنة عملت عمليات قبل كده عملت قيصري مرت بي دايما وعملت أشعة على القولون وعلى المعدة وعلى جميع الأشعة كاملة على الجسم كله اللي لاجه إذا كلها كويسة الكاملة عندك شعور بالخمول يا هناء آه عندي دايما خمول وتعبانة كده الوزن كان تخين وبعدين ابتديت زلتي كم كيلو في مدة زمنية يعني أنا بعد ما جوزت في كل حامل بنزل أكتر من الأولان يعني طلوقتي ما آه على مدارك 6-2 عندك إسهال أو إمساك؟ عندي وعندي البراز بينزل بتشوفي البراز يعني بيلزق على الحمام مثلا أو بتشوفي حاجات من عينات البراز موجودة في الحمام بنلقاك اللي انت كلتيه؟ مش حاجات كده ما بولا ساعات مش حاجات أساسية مش حاجة دائمة يعني بس يعني أنا دايما عندي إمساك يعني دايما ممسكة الإمساك ده مش مع الغدة الدرقية الغدة الدرقية نشاط الغدة الدرقية بيبقى معاه إسهال آه طب يعني هم ممكن الغدة الدرقية هم قالوا لي لو دانك لو نشيطة بيبقى معها إسهال ما بتنميش بالليل ممكن يبقى فيه جوحوس في العين آه فهو ده اللي بيعمل النزول في الوزن آه طب يعني أنا كده تلوقتي أعمل تحليل غدة درقية؟ أحجوبك على التحليل مفروض تعمليها أنت المفروض تعمل لنا التحليل بول لازم تعمل لنا تحليل براز 3 يام متتالية آه لأن أمراض ممكن الناس اللي عندهم ديدان آه لابد أن انتي تعملي براز 3 يام مش معنى أنه عندك إمساكي بقى ما عندناش ديدان مش معنى أنه معدكيش مغس في البطني بقى ما عندناش ديدان لأن في أنواع من الديدان بتعمل لنا نقص حديث زي الأنكليستومة آه هنعمل تحليل الغضة الدرقية وإن كنت أستبعدي أنا معاك بتعمل حبوب في الوش دايما باستمرار حبوب لا الحبوب ده موضوع تبادية لكن ده ملوش علاقة بالخساسان لازم نعمل تحليل دم خافي في البراز ونعمل مجموعة دلالات كده تكشف البراز ثلاث يام متتالية ده وبعدين أحلل إيه تاني وهتعملي غضة درقية وسكر وسور الدم هتكشفي نسا طبيعي هنشوف المبايد هنشوف عند طبيب أو طبيبة نسا تكون أمينة وتكشفي على السادي نتطمن إنه ما فيش أورام نتطمن إنه ما فيش أي حاجة أسباب النزول في الوزن زي ما اتفقنا عصر هضم ديدان غضة درقية سكر بعض المشاكل المناعية الدرن فلازم الكلام ده هيبان في سرعة الترسيب والأورام دي أسباب الخسية بشكل عام في مصر لكن فيما يخصك من التليفون بتاعك إحنا نظن إنه ممكن يكون سيطة إنها مش نزول مفاجئ في الوزن مرة واحدة فإحنا نظن إن هي ديدان أو عدم أكل لكن بشكل عام أي حد بينزل في الوزن بالذات إذا كان بينزل مثلاً عشر كيلو في أقل من ست شهور بدون ما يكون حمادة أهلاً بيك يا حمادة عليكم السلام ورحمة الله ربنا يكرمك ويبركلك الله يكرمك الله يكرمك ربنا يعني يكرم القائمين على قناة الرحمة يعني فعلاً بتقدم حاجة جميلة في الحياة أنا حضرتك من مركز ناصر محافظة بنسويس يا أهلاً بيك يا أهلاً بيك يا أهلاً بيك يا حمادة وهو رجل جميل يعني حتى تقابلنا في الحج المرة اللي فاتت من قبيله بإذن الله هو عشان ما يبقاش فيه صادة صوت حاضر فاني بداياً عندي أنيميا الأنيميا المنجلية ما ساعة ما وضعتها راح تحللت لها كبدة الفرفة أو شوية أو مسلوقة الكلام ده مرفوض يا حمادة الكلام ده ماينفعش ده ناية مافيش الكلام ده يا حمادة ماينفعش أبدا وهو خفيفة أو يا دكتور خفت أو يعني الكلام ده مرفوض تماماً في سن سنتين يا حمادة لا معلش ممكن توديها لطبيب أطفل العيني فبإذن الله يعني ليه حد داخل المستشفى أبو الريش معانا أم إسلام من الجيزة يا أم ممكن تعلي صوتك يا أم إسلام الله يكرمك الحمد لله فضل من الله الله يكرمك الله يبارك لك بعد إذنك ليه سؤالين لو سمحك تفضلي السؤال الأول معي بنتي عندها عمرها سنة وشهرين ما بتقولش حاجة خالص ما بتاخدش غير الرضاعة سنة وشهرين آه تمام أي حاجة عزك الله بتندغها وتفها تمام ما بتقولش مش عايزة تاكل حاجة خالص ده السؤال الأول بعد إذنك لكن نموها طبيعي وبتدت تتكلم وبتدت تقف بنفروض أن احنا عند تسع شهور بنقف وممكن تبتدي تتحرك آه لا هي بتمش وبتدت تقول بعض الكلمات الصغيرة مش كميلها بعض الألوان الكويسة ما احنا المفروض أن اللي هي ذات ألوان آه قلتني بعد إذنك حضرتك أنا عندي حساسية على 10-16 سنة بس مشكلت يا دي لفترة معاكي حساسية معاكي ارتكارية في بتبقى كوحة وحشة قوي بجيب اللي بطني آه حاجة على سدري وما بعرفش أنام كدري وحاسة أن حاجة على سدري لكن أنت حاسة بحاجة كبسة على نفسك بس زبط إنساك بيبقى إيه مش يعني مش مش من غير حساسية من أي دواء آه لا قولون العصبي وأنا عشان عصبية ومثلا يعني هحس إنها وقفت على تمام أشكرك حجوبك حالا على هذا زائر قاود الاتصال بينا مرة تانية آه في البطن لازم نتعطي بعض الأشياء يا إما أمراض قلب بس أي حد بيأكل واشا طبيب ونذهب إلى الطبيب ولكن إحنا بنقول للناس الكلام العام لابد إن إحنا نطمئن من طبيب قلب لو الألم لو عندنا بعض الألم بتسمع في الظهر قد تكون قلبي لكن الأعم الأعظم منه بيبقى تقلصات في المريء الامتلاء بشكل عام وتكون كويسة جدا يعني عشان كده أنا أخذنا الامتلاء والشخير أثناء النوم الشخير آآ ما تكلش رسول معاقم شرم من بطن سلسن دو طعامك سلسن دو شرابك سلسن لنفسك إحنا هنا بناخد ما فيش سلسن كده يعني آآ زيت سامنا سكر نطمئن إن ما عندناش أي مشكلة هنسميه إمتلاء وعصر هضمه حساسية الصدر آآ سايبنها بهذا الشكل خلي أو النوع الخارجي اللي معاها حساسية آآ مرض اسمه فيجنرز ده لابد إحنا طبيب شاطر ما نطمئن إن ما عندناش التهاب المستقلة فده اللي احنا بننوه ليه شيرك شتراوس شيرك شتراوس ده بيبقى معا حساس إطمئنان من هذا الكلام الكحة المزمنة فلن عندنا حساسية صدرية ولازم نستبعد مرض عادي بأي شكل من الأشكال يكون طبيب صدر الحالة دي آآ لإن ده اللي معاها بعض الأعراض الأخرى شيرك شتراوس آآ حساسي تصدره معا أشياء أخرى فلابد من إحنا نطمئن معتاد وخلاص يعني يبقى إيزا فيه الطب أما كله ده آخر حاجة باعة موجودة على مدار ست شهور على مدار السنة متفرش الشهور آكل بخير المواصفات تظل تلت شهور متصلة زواية قولونية أو جيوب قولونية أو التهابات زواية قولونية أو جيوب قولونية الناس اللي عندهم إمساك كل الناس دي لازم نكون عملنا منظار ونتأكد من الناس اللي عندهم إمساك الإمساك إيجاب آآ فلازم نكون استبعدنا كل هذا أنا عندي إمساك وإنت ما جاوبتنيش يا دكتور ما لنا تحليل بوراس ثلاثة يام متتالية بتقولي أنا ما بخشش الحم انتقال كنت شرفنا في كله طب الأسر العيني نعمل لك آآ طب الناس الطبيعية حتشي ساعة يومية مش مطلوب مننا أكتر من المشي ساعة يومية حمام في نفس المعاد قبل وجبة وهنخش حمام في نفس المعاد يمنع مشكلة فضيع الناس اللي بتاخد فيتامينات فيها حديد ثانية سبعين لثمانين في المائة من أكلنا لابور نايف 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 ومسلوق وفكهة فيما عادة الناس اللي عندهم مرض سكر ما ياخدوش غير صامرة فكهة واحدة عادة الممنوعات على مقدار اليوم احنا ممكن ناخد زبادي زبادي منزوع الدسم زبادي منزوع الدسم بالذات في وجبة العشاء ده ممكن يساعد احنا دايما ضد الألبان بشكل عام الألبان بشكل عام ديها بعض المخاطر بعد سنة بلوخ فما بندعوش للآياتي ليه؟ والله انا عندي كره ده دلوقتي ما باقب لو كلت ديك الصحة رب يبارك لك ربنا يبارك لك يا رب الله يكريم وانا على السنين وبعد كده هوت الآلم ده وانا ما بطلته ليت فضر وحفافية أنس وعندي سكر وعمل عملية قلب مفتوح بتاخدي رأس الأسبرين والأدوية بتاعت السيولة عشان القلب المفتوح اللي هي 75 تمام هما دول أسباب القرحة اللي عند حريتك طب ما أنا مش أعرفها طب أعملي أرجع للنكسام تاني ولا أعمل إيه؟ اللازم حرك ترجع لطبيب القلب فقط علشان يغير لك أدوية السيولة أو يقول لك ماذا تفعلي في موضوع لأن أدوية السيولة وأدوية الأسبرين والبلافكس والحاجات دي كلها بتعمل مشاكل في جدار البطن لازم حرك تعملي منزل الأدوية لكن فوق سنها ولابد أنها تتحلل تكلم على أي حد فوق سن الخمسين يا مدامنا طبية وهقول لك على النظام الأكل أي حد فوق سن الخمسين أنا بأكد ولازم ترجع طبيب القلب عند حضرتك مرة تانية علشان حتى الكنكور ما تنفعش فيه حساسية الصدر فلابد أن طبيب القلب في عمره وإن كان عندنا نظام حياة لازم نتبعه ممكن نتبعه من طبية بنمت جدا الحاجات اللي فيها زيت سمن سكن الجروح اللي داخل جدار البطن حتى أورام في اللسان أورام في الأكل السنين ما أنا بقول لحضرتك هو ده كلام الطب يعني كلام اللي أنا بقول لحضرتك على الهواء ده مش كلام مثلا رأي شخصي الطب كما نعلم بقى حاجة ستاندرد في العالم كله الكلام اللي بقول لحضرتك ده كلام الكتاب وده قوانين الطبية السبتة التي لا خلاف عليها يعني ده كلام أساسيات طب نأكل إيه حضرتك هتسأليني أحب أكل إيه إحنا نفضل أن حضرتك تشربي الرمان الرمان الجنزبيل عرق سوس إذا ما كانش عندنا ضغط الرمان والجنزبيل والعرق سوس دول حاجات موجهة وده كلام علمي مش كلام وحتى الأدوية بتاعتنا كثير منها مشتق من مثل هذه الأشياء يعني وحناخد بعض أدوية المعدة اللي هي بتزود إفراز المخاط في أدوية بتزود إفراز المخاط غير الأدوية الناكسة من الحريب تخديم مادة الإزموبرازول ده بيمنع إفراز الحمض مالوش دعوة بالمخاط في أدوية بتزود إفراز المخاط بتزود البروستاج لندن طبعا بيوساء استخدامها في بلادنا بيستخدموه في بعض الأشياء الأخرى لكن هي دي الأدوية بتبقى مفيدة في أدوية بتزود إفراز المخاط في جدار البط الأكلات اللي إحنا نحب ناكلها أكلنا لابد أن يكون نايف نايف ماشي ومسلوق لازم ناكل خضار فاكهة ممكن ناكل بيض بيد ممكن ناكل أنواع اللحوم بس بلاش اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء من الحاجات اللي بتضر بجدار البطن لكن اللي حياكل اللحوم حمراء يأكلها مرة واحدة كل عشرة أيام طبعا بنفضل الأسماك الفراخ الأرانب ممكن ناخد معلقتين رز معلقتين مكارونا العيش البلدي بتاعنا المعتاد الأكل بتاعنا يكون فاتر ناكل كميات قليلة يعني بدلا ما ناكل ثلاث وجبات مين اللي قال إن إحنا ناكل ثلاث وجبات إحنا ممكن ناكل ست سبع وجبات كميات قليلة على فترات متقربة بحيث إن إحنا ما نشعرش بالجوء أبدا ده فيما يخص حررتك مدام نادية أشكرك أتمنى كون جاوبت على سؤالك باستفادة وناخد الأخت حنان السلام عليكم يا أخت حنان أهلا بيك يا أهلا بيك لو سمحت حضرتك أنا كنت لسه عاملة مداخلة معاك اللي بقولك على تحليل الغدة الضرقية فأنت حضرتك قلت تحليلي براث ثلاث مرات متتالية لتأكد إن ما عندناش ديدان أنا حللت يا دكتور براث مرة طلع فطريات طلع أميبة أو جايرديا ما إحنا عشان كده بنقول هي البراث ما بتحللش مرة واحدة الديدان ممكن عشان كده بنقول ثلاث يام متتالية عشان نطمن إن ما كانش فيه عسر هضم عفوا معاك يا حناء معاك فأنا طلع عندي فطريات وبعدين خدت خدت علاج الددان ده أنا والبيت والأطفال وعندي الولد والولدين رفيعين بشكل برضو غير طبيعي طيب ما هو ده سبب النزول في الوزن يا حناء يعني ست سنين وولد سنة وشهرين طيب خلاص هو ده نفس الموضوع يعني طيب ما يا دكتور ما يعني أنا خدت علاج الديدان أنا والبيت كله ما عملش فايدة يعني دايما برضو طيب علاج الديدان بس أنا حب أفكرك بطريقة لأخدان الديدان مش بس أهل البيت كله اللي بياخدوا الديدان الناس اللي أنت بتروح يتسكني معاهم أو بتكلف أكلهم ولابد أنك تكون يعطي يعني لو قلنا خدنا العلاج اثنين ثلاث أربع النهارده يوم لاثنين الثلاث الأربع والبيت كله خدناه النهارده في ثلاث ايام بنعيد كمان أربعتاشر يوم طعاتي الدواء عملتي كده أنا مخدتش بانتظام يا دكتور يعني أنا والأطفال مخدناش بانتظام طيب ما هو ده جزء من المشكلة يعني أنا لازم أاخد علاج الديدان العلاج بتاع الديدان بس لازم تحللي يعني إحنا بنتكلم عبر التلفزيون علشان نقول الكلام بشكل واضح وأساسي لازم تكوني محللة قدامي أنا عشان كده قلتلك الأرجح هيكون كده لما شخصتك في أول الحلقة كلامك يديني هذا الاتجاه ويبعدني عن الغدة الدرقية وإن كان لما بنتكلم بكلام عام بقول لازم نحل السكر لازم نحل الغدة الدرقية لازم نحل الحاجات الأورام لازم نحل الحاجات عصر الهضم ولازم نحل الدلالات المناعية لأن الدلالات الملعية بتعمل كده الدرن بيعمل كده أنا بقول الكلام اللي هو الرسمي لكن كلامك لي أرجح له الديدان يعني واخدبالك عشان كده أنا شعرت بيها من الأول وطريقة أخدان دواء الديدان مهمة جدا يعني أن أنت تاخدي دواء الديدان هناخده 2-3-4 بعد 14 يوم هتاخديه 2-3-4 بنفس الكلام كل اللي في البيت وحتحللي برضو وفي بعض الأنواع بتخفي من مرة واحدة وأنواع أخرى ما بتخفيش من مرة واحدة يعني الأطفال وما تكليش وبعدين الأطفال أكتر ناس أنه بيجيبوا أكل من على الأرض الأطفال بيبقوا بيلملموا حاجات من الأرض فهم اللي بيجيبوا لك الديدان أو اللي بيروح مدارس بيجيب المشاكل من المدرسة فلابد حتى أن دايماً تبقى بتتبع أطفالك والناس المحاطين بيهم وتفاهميهم طريقة الأكل وأنه هو ما يوطيش على الأرض والكلام اللي هو اللي بيجيب لنا المشكلة تاني أنه إحنا دايماً بنعدي نفسنا أنت ممكن سادة النفس يا دكتور الولد الكبير عندي ما بيقولش خالص نهائياً يعني بالاخناء وبالضرب ما بيقول لا ما فيش حاجة اسمها أنا بخاني ابني وبأكله غصب عنه ما بقع أنت بتحبيبيه دايماً أنت دايماً الأطفال في السن ده صاحبهن في أنت حتعلميه بس مش أكثر الطريقة هو لما الجوع يقرصه حيدور على الأكل يعني ما تذهب إيش عليه أشكرك يا هناء عايزة تسأليني أي يا شؤال آخر أشكرك معانا أسماء السلام عليكم عليكم السلام أم أسماء أهلاً بيكي أهلاً بحضرتك يا دكتور الله يبارك لك والله أنا أستشار حضرتك في سؤال أنا أسماء عندها ست سنين وحوالي ثلاثة ربح شهور وأكلتها ضعيفة جدا وكل ما بوزنها ما بتزيدش عمرها عن العشرين كيلو وأكل بالعند بطريقة أسهيها أشغلها عشان أكلها وكشفت عليها أكتر من مرة بيأكدول أن هي ما عندهاش حاجة مدى متأكدت أن ما عندهاش حاجة لازم تتأكد أن ما عندهاش اكتئاب الأطفال برضو ممكن يبقى عندهم نعمل الاكتئاب فلازم مش تسهيها طيب أعرف إزاي يا دكتور طريقتها إنها ما بتحصلش كويس في المدرسة إنها مش منتبهة في الفصل لأ هي في الحضانة وبتصل بمدرستها ما شاء الله بيشكروا فيها جاه خلاص يعني سيبيها على طبيعتها وابتدي حبي بيها في الأكل الرياضة خرجيها يعني خلي الموضوع بسيط ما يبقاش بالضرب ولا بالعنف لا ما مضربهاش والله بس هو عشرين كيلو يا دكتور بعد إذنك مش قليل على سنها إلى حد ما يعني لكن هي مش في يعني طبعا يفضل إنها تبقى أعلى لأ حد يعني مفروض وزنها يبقى قد إيه لا أعلى من كده أنا ما بعرفش في الأطفال في الأوزان إلا بالجداول لكن أنا يعني طبعا أتخيل إنها لابد إنها تكون أعلى من كده الشوية طبعا آه طب شكرا جدا ربك أشكرك الله يكرمك الله يكرمك الله يخليك الله يكرمك الله يسلمك فقصة الإمساك اللي إحنا كنا بنتكلم عليها وقصة الديدان والإجهاد فيه إحنا جلنا برضو علامة أخرى بنتكلم في الإجهاد برضو عايزين نفكر الناس بكلمة الإجهاد الإجهاد أهم سبب للإجهاد هو السمنة الناس لا تعلم الناس فاكرا إن الإجهاد هو كبد السمنة أهم سبب للإجهاد والشخير أثناء النوم هو تاني أهم سبب للإجهاد ومجموعة فيروسات أخرى طبعا الغدة الدرقية الأنيمية بتدي شعور بالإجهاد الأمراض المزمنة بشكل عام زي أمراض السكر ولكن في عندنا بعض الفيروسات إحنا نجهلها السيتوميجالوفيروس والإبشتامبر فيروس ودول من الحاجات اللي بيدوا إجهاده بيدونا تحورات في في الخلايا المناعية وبيعملونا مشاكل في المعدة وأيضا والقولون ويعملونا مشاكل في الكبد الناس اللي بتاخد أدوية عمالة على بطال إحنا في قولنا في بداية الحلقة الناس اللي هتاخدوا مضادات حيوية هجي لها مكروب الكولستريديام ديفسيل وحننتهي بمشكلة ولا يعلم الله إلا مداها إلا يعني من ستراه الله في هذه الدنيا الناس أيضا اللي بتتناول أدوية عمالة على بطال ممكن يجي لها شعور بالإجهاد عايزين نعلم من الأدوية تعطيها بشكل خاطئ حنتكلم على هذا الموضوع بعد ما ناخد هذا الاتصال يا أم أحمد السلام عليكم يا أم أحمد وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا بيك أهلا بيك يا دكتور الله يكريمك أنا حامل دروبتي في خمس شهور تمام وصفايح الدم عندي صفايح دموية 68 صفايح الدم نزلة آه نزل 68 آه أنت حامل في ثمان شهور لا حامل في خمس شهور خمس شهور تمام معاكي معاكي يا أم أحمد وأنا أساس الموضوع يعني أساس الأول سخنتي جاتي سخانة ريدة خالص واكتشافت الموضوع ده بعد استخانة يعني لما كنتش كده الأول ما فانش واطية تمام تمام ودركة أنا مش عارفة يعني هي أخذ علاج عشان ترفع مياه عشان الدكتور بتاع النصة جالي ممكن تجيب لك نزيف في الأولادة تمام الكلام ده مظبوط لا مش هترفع بهذا الشكل طبعا عملت موجات صوتية على الطحال عملت موجات صوتية على البطن وقالوا الطحال حجمه كويس ما عندكيش أي حاجة خالص وعملولك تحليل الزئبة الحمرة وتحليل الأنتي فوسفوليبد وعملولك كل التحليل المناعية مش كده؟ وأنزيمات الكبد ما كانش فيها أي حاجة وعملت الكبد وعملت الطحال وعملت الفيروس وكله تمام 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 ما فيش ولا حاجة كله تمام تمام أشكرك يا أم أحمد وهجوبك حالا كما نعلم نزول الصفايح في الحمل بالذات في الفترات بتاعت الحمل ممكن تكون حاجة اسمها هلب سندروم لكن في الشهر في الثلاث شهور الأخيرة من الحمل بنخاف منهم إذا كان فيه مشكلة في الطحال إذا كان فيه مشكلة في الكبد إذا كان فيه صفرة إذا كان من هذا القبيل أو إذا كنا بناخد أدوية لكن في الحالة بتاعت أم أحمد دي مشكلة حصل نتيجة مرض فحصل أو التهاب فيروسي عملها تكسير في الصفايح في غير الحمل بناخد كورتيزون في غير الحمل بناخد كورتيزون وإن كان ممكن تاخد أدوية كورتيزون يعني إحنا الفوليك أسد وفيتامينات به ما بتعملش أي حاجة الكورتيزون قد يكون خطر ولكن النهار ده أجيز استخدام وأديني بقولها بالفم المليان من على قناة الرحمة كنا زمان بنمنع هذا الكلام ممكن نديها كورتيزون لرفع هذا تحت رعاية طبيب أمراض دم شاطر ما ينفعش هذا الكلام هده في عيادات نسا أو في طب عادي ده لابد ممكن تاخد أدوية كورتيزون ممنوع تاخد الأدوية المصبتة للمناعة ممنوع تاخد الدواء اللي بيرفع الصفايح مباشرة اللي اسمه الترومبو باج أثناء الحمل ده ممنوع تماما ممنوع نهائيا لكن ما عندناش فيتاميات بترفع الصفايح يعني فيه ناس بتتداعي أن لما نديها فوليك أسد اللي هي طبيعي بتاخده في أول ثلاث شهور من الحمل اللي منع تشوهات الأجنة ومنع لعيوب التكوينية للأجنة نتيجة نقصة فوليك أسد الفوليك أسد مش هيعمل أي حاجة في المرحلة الثانية طبعا من الحمل بناخد فيتامين بناخد حديد لأن بعد الست شهور الأولى من الحمل بنبتدي ناخد الفيتامين في النصف الثاني من أو التلت الأخير من الحمل أو في النصف الثاني من الحمل يعني ممكن بدء من الشهر الخامس للسادس لكن في الحالة دي لابد أن احنا نذهب إلى طبيب أمراد دم يمنع أيضا طبعا فيه ناس بتاخد الأجسام المناعية المكسرة للأجسام المناعية اللي بتكسر الصفايح فيه أدوية موجودة وبتعلق لهذا الأمر ده أيضا ممنوع ممنوع في الحمل ده أيضا ممنوع في الحمل لابد من المتابعة الدقيقة يا أم أحمد مع طبيب شاطر طبعا الأسر العيني أكيد فاتح أبوابه لمثل هذه الحالات وما تقلقيش كثير من الناس كملوا الحمل على السبعين لكن إحنا طبعا أنت بتقولي الصفايح 68 تحت الخمسين الصفايح فيها مشكلة تحت الخمسين يعني عند الخمسين لكن إحنا ما زلنا في الأمان وعندك فرصة أن أنت تتوجهي وتاخدي بعض العلاجات مش المصبتة للمناع لكن ممكن تاخدي الكورتيزون وده هيجيب بعض النتاج بإشراف طبي دقيق لأن طبعا كما نعلم أن الكورتيزون لما بتاخد أثناء الحمل ليه مشاكل كثيرة وخطيرة لكن في الحالات اللي زي كده ربنا سبحانه وتعالى بيعافي وبيشفي عشان كده بنقول تحت إشراف طبيب أمراض دم مع طبيب نسا يكون بإذن الله يوفقه الله في في هذا الأمر نرجع لسالوة كان في أول الحلقة كان بتكلمنا على الإسهال لنها لما بتخش الحمام إحنا طبعا الحاجات اللي إحنا دايما نتكلم فيها قلتلكوا طبعا الموضوع للناس اللي شلت المرارة أو الناس اللي عندهم التهاب مرارة إحنا الإسهال بالنسبة لنا يخوفنا إذا كان فيه نزول في الوزن فبنعمل معاه الغدة الدرقية طبعا ده من الحاجات المهمة بنعمل معاه بعض الهرمونات الأخرى لأن فيه الغدة الجاركلوية الغدة الدرقية كل الكلام ده ممكن يبقى يعمل لنا بنعمل تحليل مناعية وبناخد عينات من الإسنا عشر علشان ما يكونش عندنا جايردي أو يكون عندنا قميبة لابد إن احنا نعمل أيضا تحليل براس ثلاث يام متتالية يعني فيه مجموعة تحليل لكلمة الإسهال وهلا الإسهال ده حاجة مزمنة ولا الإسهال ده حاجة حاجة حد بنصح منهم ولا لا كل الحاجات دي لابد لها من إجابة مع عمل الفحوصات لتأكد لكن يا سلوى طبعا أنا بطمنك إن الكلام اللي أنت بتقوليه ما فيهش فيه أي خطورة وجاوبتك على هذه القصة وقلنا إن القولون العصبي جاوبنا على قصة يعني إيه قولون عصبي قلناها في هذا الأمر من الحاجات اللي حب من الحاجات اللي إحنا نحب نذكركم بيها إن مرضى السكر لابد من ضبط السكر وفيه معلومة أخرى قلنا إن الناس اللي ما اطعمت وخاصة إذا كانوا مرضى السكر من فيروس بيه لأنه ابتدى ينتشر في منطقتنا فلابد إن هم ياخدوا التطعيم ده برضو تحذير كان من نظمة الصحة العالمية كانت لسه منزلة من حوالي خمسة أيام أتمنى تكون الحلقة النهاردة جاوبني على أسئلتكم ونكون يعني أنا دايما ببقى سعيد بتوجدي معاكم وفي هذه القناة الجميلة المحبوبة المحببة إلى قلبي وأشكركم وأشكر يعني الفريق المعاون لإخراج هذه الحلقة إلى النور بهذا الشكل الجميل أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب علاج تأخر الحمل بكافة مراحله وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبوير أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة مركز الجزيرة خدمات طبية بمعايير عالمية مركز الجزيرة مركز الجزيرة أذكر تيفي شو دائما لها السبب المنتج الأول للدكتور أسام حجازي من الطبيعة استخرجناه وليوجهك صنعناه ليفضح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيز الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صحة وجه الأمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد مع وجه الأمر بشرتك هتكون في رقة ونعمل ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيز انت دايما بشرتك شابة ونظرة وما فيش علامات السن لابتظهر على الوقت إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيز فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنظرة وجه القمر أنا بستطل علشان أشكر حضرتك على التركيب وكنت أحساها من حضرتك لطبيق البشرة اتخذنت منتجات كثيرة جدا لها اسمها بصراحة وغالية جدا بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكذا بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني الحمد لله تمام أنا حسيت طبعا أول حاجة بتاديت ألاحظها إن الحبوب بتالت يعني بتقل بشورة ملخوضة بشرتك ترتاح اللون مكان الزقع اللي قبلها هبتدى يختفي اللي خلانك قدت فعلا إن المنتج جيد إن لقيت بشرتك بقت تبقى لون واحد لا بل بالعبس كمان حسيت إن الحتة المتجرية في بشرتك هي الأفلح من اللي كانت ظهرة هل ده المنتج دو تينفع أستخدمه على طول ككريم واقعي ليه أنا بقى لإن كده أنا مقدرش أستغنى عنه تمام لا ينفع على استخدامه باستمرار أنا في شيء مشاكل كريم للبشرة للعناية بكل عيوب البشرة أو مشاكل البشرة وجه القمر طبيب طب البديل في الحياة العملية مش سهل محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي وجه الأمر هو الخلاص للطب البديل لمشاكل البشرة وجه القمر نعيدك ببشرة كملمس الأطفال فقط بمية تسعة واربعين جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وخمسين أربعة واربعين أو تليفون رقم صفر حداشر خمس خمسات أربعة سبعة وثلاثين أو تليفون رقم صفر حداشر خمس اتنينات مية ستة وخمسين للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المراد في البلد سبيد تيفي شوت اتصل على تلاتة سبعة وسبعين عشرين تلاتين سبعة مبرد الهواء سبيد ثلاث أجهزة في جهاز واحد مبرد للهواء منقي للجو وقاتل الميكروبات وجهاز تدفئب حقا إنه جيل الأجهزة الزكية ولأن تكيفات غالية وعلشان تكيف شقة كاملة محتاج ميزانية ضخمة سبيد بتقدم لك الحل العصري مبرد ومنقي الهواء سبيد مبرد للهواء منقي للجو وقاتل الميكروبات وجهاز تدفئب حقا إنه جيل الأجهزة الزكية مبرد للهواء يعمل بالماء البارد وكمان لي 3 مستويات وطايمر وممكن تتحكم فيه بالرمود كنترول وممكن تستخدمه كمعطر للجو وده عن طريق اضافة اي معطر على المية سبيد منقل الجو وقاتل الميكروبات لانه مصمم بجهاز يعمل بتكنولوجيا جديدة تقوم ببس الايونات السالبة والتي تتحد مع الميكروبات والجرسيم فتقضي عليها في الحال سبيد بارد ساخن فلن تقوم بتخزينه او عدم استخدامه في فصل الشتاء لانه ايضا جهاز تدفئة يقوم بتدفئة الهواء مبرد الهواء سبيد صديق للبيئة فهو يعمل من خلال دورة الماء البارد فيقوم هذا الجهاز الرائع من خلال اجهزته الداخلية الخاصة بعمل دورة كاملة للماء البارد ليمر من خلالها الهواء هكذا فيخرج مندفعا ومحملا بالبرودة ليلطف من درجة حرارة المكان سبيد مزود بطيمر يمكن ضبطه من نصف اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة